بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي معاكم المعلم عمجاد الشهري من معاهد وبرامج التربية الفكرية للمرحلة الدراسية التأهيلية الصف الدراسي ثالث تأهيلي الفصل الدراسي الثالث المادة المهارات المهنية عنوان درسنا لهذا اليوم مهنة الباء ملاحظة مهمة طلابي وطالباتي دروس المهارات المهنية من أهم ما يقدم فيه البرامج المهنية تساعدكم بالعمل بعد المرحلة التأهيلية بإذن الله بالعمل نصنع الحياة المجال المستهدف المهني المجال المساند المهارات الاجتماعية الهدف العام التدريب على مهنة بائع الأهداف الخاصة أن يذكر الطالب والطالبة صفات ومهارات البائع أن يذكر الطالب والطالبة مهام البائع وأيضا أن يطبق الطالب والطالبة عمليا مهنة البائع قوانين درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي أجهز كتابي وقلمي أستمع لشرح المعلمة أجلس جلسة صحيحة وأنظر إلى الشاشة إذن قوانين درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي أجهز كتابي وقلمي أستمع لشرح المعلمة أجلس جلسة صحيحة وأنظر إلى الشاشة طيب طلابي نرى الآن ماذا يوجد لدينا خلف هذا الستار أبطال قصتنا لدينا اللي هم سارة وخالد ونرى هنا أحمد ماذا حدث في قصتنا طلابي نرى هنا تعرض أحمد لحادث بسيط ودخل إلى أين إلى المستشفى إذن هنا من نرى نرى أحمد الذي تعرض لحادث بسيط ودخل إلى المستشفى قرر خالد الذهاب إلى زيارة من؟ إلى زيارة أحمد في المستشفى نرى هنا خالد وهو يتوجه إلى أحمد لكن وهو في طريقه لأحمد قرر الذهاب إلى محل الزهور وطلب من الموظف سارة تنسيق باقة زهور جميلة إذن من نرى هنا نرى سارة وهنا نسقت سارة باقة زهور جميلة طيب طلابي هنا دخل خالد على أحمد ومعه الزهور وفرح أحمد كثيرا بهذه الزهور الجميلة طيب طلابي وطالباتي من خلال قصتنا من هي باقة الزهور في القصة؟ كانت من؟ ها طلابي من كانت؟ كانت اللي هي سارة إذن سارة هنا كانت باقة الزهور باقة ماذا؟ باقة الزهور طيب ماذا تقول لنا سارة؟ أنا باقة في محل الزهور وأقوم ببيع بعض الزهور للعملاء إذن لدينا هنا سارة ماذا تقول لنا؟ أنا باقة باقة في محل الزهور أقوم ببيع بعض الزهور للعملاء إذن تعطي العملاء ماذا؟ تعطيهم الزهور وتستلم منهم اللي هو النقود إذن البائع ماذا يفعل يعطي؟ اللي هو العميل سلعة لدينا هنا الورد يعتبر سلعة إذن البائع يعطي للعميل سلعة ويستلم منه اللي هو مقابل اللي هو المال إذن طلابي تقول لنا سارة أنا بائعة في محل ماذا؟ الزهور وأقوم ببيع بعض الزهور للعملة طيب طلابي نشاهد هنا مع المعلمة هذا الفيديو لبائع في محل خضروات وفواكه أريد منكم اللي هو تحديد أين هو البائع؟ أين هو البائع؟ نرى هنا أين هو البائع؟ نرى هذا الشخص اللي على اليسار سلم الفواكه وأخذ وعطى اللي هو باقي النقود من كان البائع؟ لدينا هنا اللي هو هذا البائع أعطى للعميلة اللي هو المنتج أو السلعة والفلوس اللي أعطاها لهذه المرأة كانت اللي هو باقي الفلوس لدينا هنا طلابي وطالباتي هذا الفيديو ها نشاهد ماذا؟ اللي هو أين هو البائع في محل الخضروات والفواكه؟ أين هو البائع؟ اللي يعطى السلعة للعميلة؟ أحسنتم لدينا هنا هذا هو البائع أعطاها السلعة وأيضا باقي النقود طيب أيضا لدينا هنا نرى هنا طلابي وطالباتي أين هو بائع في محل الخضروات والفواكه؟ لدينا هنا هذه الفتاة قادمة هل هي البائعة أم هذا الشخص اللي لابس الأحمر؟ ها طلابي؟ أين هو البائع؟ ها نرى هذا الشخص يقدم السلعة أحسنتم هذا الشخص هو البائع لدينا هنا يقدم العميلة ويقدم لها ماذا؟ يقدم لها السلعة نرى هنا يجهز ماذا؟ اللي هي بعض الليمون لهذه العميلة أيضا أين ممكن أن يعمل اللي هو البائع في محل ماذا؟ ماذا نرى هنا؟ بعض الحلويات ونرى هنا يضعها في هذا الصندوق ويقوم بتقديمها للعميل وأخذ مقابل من النقود نرى هنا فيديو مرة ثانية هنا بائع ماذا؟ اللي هو بائع في محل الحلويات قدم اللي هي السلعة السلعة لدينا هنا اللي هي ماذا؟ اللي هي أحسنتم اللي هي الحلويات أيضا أين ممكن أن يعمل البائع؟ يعمل أين؟ ها ماذا نرى هنا؟ أحسنتم آيس كريم إذن ممكن أن يعمل البائع في محل الآيس كريم يقدم الآيس كريم ويأخذ اللي هو المقابل من المال نرى هنا إذن ممكن أن يعمل البائع في محل الآيس كريم طيب طلابي لدينا الآن سؤال يقول فكر واستكشف من هو؟ موظف يعرض سلع أو خدمات مقابل مبلغ من المال من هو؟ ماذا يسمى؟ اللي هو البائع إذن البائع موظف يعرض ماذا؟ سلع مثل الآيس كريم، الحلويات، الفواكه والخضروات وأيضا الورود مقابل مبلغ من المال إذن هو موظف يعرض ماذا؟ سلع أو خدمات مقابل مبلغ من المال طيب طلابي والطالبات لدينا الآن هذا التمرين من هو؟ موظف يعرض سلع أو خدمات مقابل مبلغ من المال هل هو؟ اللي هو بائع الآيس كريم، لدينا هنا مصور ها طلابي، ها في إجابة خاطئة هنا؟ أو كلاهما صحيحة؟ أحسنتم كلا الإجابتان لدينا هنا اللي هم صحيحة بائع اللي هو الآيس كريم يقدم سلعة ولدينا هنا المصور يقدم خدمة إذن موظف يعرض سلع أو خدمات مقابل مبلغ من المال هو البائع، لكن ممكن أن يكون سلعة مثل اللي هو البائع في محل الآيس كريم، وممكن أن يكون خدمة مثل المصور طيب أيضا لدينا هنا طلابي وطالباتي موظف يعرض سلع أو خدمات مقابل مبلغ من المال من هو؟ ها بائع في محل الآيس كريم ولدينا هنا مصور ولدينا هنا بائعة لوحات ها أريد منكم فقط اختيار الموظف الذي يعرض سلعة وليس خدمة هم؟ أين الإجابة الصحيحة؟ أحسنتم اللي هو لدينا هنا اللي هو موظف اللي هو بائع في محل الآيس كريم ولدينا هنا اللي هو هذه البائعة بائعة اللي هو اللوحات يعرضون ماذا؟ يعرضون سلع مقابل مبلغ من المال أيضا لدينا هنا طلابي وطالباتي ها من هو؟ موظف يعرض سلع أو خدمات مقابل مبلغ من المال لدينا هنا بائع الآيس كريم ولدينا هنا اللي هو بائع النباتات أو لدينا هنا اللي هي بائعة لوحات ها طلابي أين هو الموظف الذي يعرض سلع مقابل مبلغ من المال وماذا يسمى؟ اللي هو ماذا؟ بائع أحسنتم إذن هنا لدينا كل الإجابات صحيحة بائع في محل الآيس كريم ولدينا هنا بائع اللي هو في محل الأزهار أو النباتات ولدينا هنا اللي هي بائعة في محل اللي هو اللوحات طيب طلابي وطالباتي ما هي مهام البائع؟ أولا استقبال العملاء وتوجيههم داخل المتجر مثلا لدينا في السوبر ماركت ماذا يفعل اللي هو البائع؟ يوجه العملاء ويوجههم داخل أقسام المتجر مثلا الأقسام لدينا قسم فواكه وخضروات قسم الدواجن قسم المخبوزات قسم الحلويات إذن من مهام البائع يستقبل من؟ يستقبل العملاء ويوجههم داخل المتجر أيضا طلابي وطالباتي من مهام البائع اللي هو تعريف العملاء بأحدث ماذا؟ بأحدث العروض والتخفيضات إذن طلابي وطالباتي من مهام البائع ماذا يفعل؟ يعرف العملاء بأحدث ماذا؟ العروض والتخفيضات أيضا طلابي وطالباتي من مهام البائع اللي هو الإجابة عن ماذا؟ عن أسئلة العملاء حول المنتجات مثلا لدينا هنا منتج طلاء الأظافر أتى إليه عميق وسأل أريد هذا اللون أو هل يوجد لديكم مثلا اللون الأحمر هنا ماذا يفعل البائع يجيب على استفسارات هذا العميل إذن من مهام البائع الإجابة عن اللي هو أسئلة العملاء وأخيرا طلابي وطالباتي من مهام البائع تقديم معلومات عن مميزات كل منتج مثلا لدينا هنا هذا التيشيرت القطني يذكر ما هي مميزاته مثلا خفيف اللي هو سهل الامتصاص مثلا لدينا من مكوناتها اللي هو ماذا مصنوع من القطن الخالص إذن يقدم معلومات عن مميزات اللي هو كل منتج مثلا قميص القطني هذا من مميزاته مثلا مصنوع من ماذا مصنوع من القطن إذن طلابي وطالباتي تعرفنا اليوم على ماذا؟ اللي هو تعريف البائع وأيضا اللي هو مهام مهام البائع انتهت أنشطة درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي توصياتنا علينا مراعاة الفروق الفردية والتركيز على رفع مستوى الدافعية بين الطلاب والطالبات طلابي وطالباتي انتهت أنشطة درسنا لهذا اليوم انتهى درسنا أراكم بإذن الله في الدرس القادم مع السلامة